لم يكن ذلك الطفل الفقير موراندو الذي يعيش في منطقة جبلية عالية في أفريقيا يعلم أن ما يقوم به من إجراءات عندما يصاب أي جرح سيصبح في يوم من الأيام من أهم وأفضل وأرخص الطرق للعناية بالجروح فماذا كان يفعل؟ دعونا نتابع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المنسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية متابعي الكرام هذه الحلقة سنخرج فيها عن نطاق سرطان الثدي وسنتحدث في أمر جراحي هام يشغل بال الكثير وأعتقد أن للتجربة التي قمنا بها في هذا المجال دور كبير ولكنني سأسألكم سؤالا قبل الأبداء هل يوجد واحد منكم لم يتعرض في حياته لأكثر من مرة للجروح؟ هل تتخيلون حياتنا بدون جروح؟ في اليد؟ في الجسم؟ في الوجه؟ في المنزل؟ في العمل؟ عند الكبار؟ عند الصغار؟ عند الذكور؟ عند الإناث؟ الحياة وكما تعلمون جميعا ملأة بالجروح ولكن لماذا هذا الكلام؟ هذا الكلام أقدمه لكم لأنني ذكرت في المقدمة أن ذلك الطفل الفقير كان يقوم بشيء ما؟ ما هو هذا الشيء؟ لقد علمه أبوه عندما يصاب بأي جرح أن يأتي إلى المنزل وأن يغسل الجرح ثم يضع عليه بعضا من الملح أو السكر نعم ملح أو سكر وبما أنها منطقة فقيرة فالسكر يعتبر أغلى لأن تطبيق السكر على الجرح أقل ألما ولكنه أكثر كلفة لذلك اعتاد الأطفال في تلك المنطقة على وضع قليلا من الملح على الجرح ونحن نقول في اللغة العربية أنه كبس على جرح ملح وسكت أو حط على الجرح ملح وسكت لماذا؟ لأن وضع الملح على الجرح سيؤدي إلى بعض الإحساس بالحلقة وهذا شيء طبيعي ولكن هل هذا مفيد؟ هذا ما سنتطلق له بهذه الحلقة أجل متابعي الكرام لقد كان ذلك الطفل وكما ذكرت لكم يغسل جرحه بسرعة ويضع عليه بعض الملح وفي كثير من الأحيان لا يغسله حتى يعود إلى اللعب دارت الأيام وهذا الطفل هاجر إلى أوروبا وأصحى في دولة متقدمة الآن تطوع للعمل في مجال التمريض وفي مجال العناية بالجروح فتفاجأ أنه لم يشاهد هذه الطريقة بين الإجراءات الكثيرة نحن نعلم أن هناك مئات من الطرق وليس عشرات التي يعتمدها الأطباء الجراحون والممرضون الخاصون بمتابعة الجروح للعناية بالجروح وللتنظيفها ولكن هذا الشاب لم يجد تلتطريقة مطبقة في تلك المنطقة ولكنه لم يستسلم فهذه الفكرة هو يعلمها وقد جربها فلماذا لا يطرحوها لم يخجم هذه الفكرة فقد يعتبر لبعض من المعيب أن نقول أن الجروح نضع عليه ملح أو سكر ولكن هذا الشاب هذه الفكرة لم يعتبرها فكرة معيبة أو مخجلة بل قام بطرحها وسأل زملاءه لماذا لا تطبقون هذه الطريقة طبعا في البداية كثيرون سخروا منه أو حتى استغربوا هذا ولكن عندما تمت مراجعة هذه المعلومات تم اكتشاف أنها موجودة نعم لقد بدأ استعمال الإنسان للعسل وهو طبعا نتيجة نوع من أنواع السكر في علاج جروح منذ آلاف السنين أول المثائق المثبتة الموجودة وجدت من أكثر من أربعة آلاف عام في مناطق الفراعنة في وادي النيل لقد استعمل الأطباء في ذلك الوقت العسل لضمار الجروح واستمر ذلك مئات بالآلاف السنين ونحن نعلم جميعا أن في مناطقنا في كل المناطق الشرق الأوسط هناك في كل قرية أو في كل مدينة من يقوم بتطبيق هذا الضماد ضماد العسل أو غيره على الجروح والحروق وأن هناك كثير منهم يحقق نتائج مبهرة قد تجد الناس مزدحم عليه بسبب هذه النتائج ونحن أيضا عندما درسنا في كلية الطب منذ خمسة وثلاثين عاما كان هناك في كتب الضماد وفي كتب الجروح ذكرت معلومات ذكرها أساسي ذاتنا أن هناك طرق معينة كانت تستعمل للعناية بجروح طبعا أنا لا أتحدث عن العناية الجراحية كاملة أنا لا أتحدث عن الضماد الجروح بالسكر فقط لأنني ذكرت كلية الطب فسأقول لكم مبدأا هاما أهم مبدأ في العناية بالجروح هو التنظيف ثم التنظير الذي يعني إزالة النسج المتموتة يعني أن نقوم باستقصال النسج المتموتة سواء بالمقص أو المشرط أو بمواد التنظيف إذن أولا تنظيف الجروح ثم تنظيره وإزالة الأنسج المتموتة وإزالة الأنسج الغريبة أيضا إذا كان هناك في الجرح هماش أو قطع تراب أو شيء كل ذلك ثم نأتي إلى الضماد إذن وذكر في كتب الكلية الطب التي درسناها أن هناك طرق معينة كانت يستعمل فيها الضماد بمواد غريبة منها العسل ومنها السكر ولكن هل هذا الكلام توقف عن ذلك الوقت؟ لا للأسف أننا لم نكن نطبق ذلك في مناطقنا للأسف أنا أذكرها خلال فترة ممارسة الطب بين عام 1990 وحتى تقريبا 2010 أنا أذكر أننا لم نكن نطبق هذه المعلومات ولكن مع بداية الثورة السورية ومع زيادة عدل الجرحة الذين يأتون إلينا في مناطق المحاصرة كان لدينا مئات الجرحة من الإصابات البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة التي تصل إلى حالات بدر كامل لدى جميع الأعمار وكانت تأتي إلينا هذه الحالات بكميات كبيرة وكانت الموارد تقل وتشح أولا بأول وسبب ذلك هو الحصار الذي كان مطبق على هذه المناطق فوصلنا إلى مرحلة من الشح الطبي لا يمكن أن تتخيلوها أصبحت المواد الطبية غاية في الندرة وأصبحت المواد الطبية قليلة وهنا حدث شيء بسيط ولكنه غير في مجرى العمل الطبي لدينا فقد قامت منظمة الصريب الأحمر الدولي بإجراء دورة أو ورشة عمل في إحدى المناطق الحدودية واستدعتني أنا وبعض الأطباء الجرحين الذين كانوا في المناطق المحيطة به كنا تقريبا خمس جرحين إلى تلك المنطقة الجبلية كان هناك مجموعة من الأطباء المتمرسين في العمل الجراحي الميداني كلهم من سن التقاعد يعني كلهم بلغ سنا فوق الخامسة وستين سنة وكلهم متطوعون في منظمة الصريب الأحمر الدولي ولكن كان على رأسهم الدكتور الرائع ماركو بالدن الدكتور ماركو بالدن الذي كان يشغل خينها رئيس منظمة الصريب الأحمر الدولي في لبنان وهو جراح إيطالي رائع هؤلاء الجراحين أو هؤلاء الجراحون اجتمعوا بنا في تلك الورشة وتحدثنا أو تقدمت مناقشة طرق العناية بالجرحة وبالحروق وبالجروح بشكل عام ولكن الشيء الجديد الذي كانوا خجأوا به هو شيئين أساسيين الشيء الأول هو غسيل الجروح والذي كنا نقوم به نحن بمادة السيروم الملحي أو ما يسمى بالنصل الملحي فكان هناك تأكيد على أن غصل الجروح يجب أن يكون بالماء العادي وباستعمال الصابون حتى يتم تنظيف الجروح بشكل جيد هذه النقطة سأتركها بوقت آخر ولكن الشيء الذي أذهلنا أنهم طلبوا منا أن نطبق أو أن نستعمل ضمار السكر وكانوا قد جاءوا بالكثير من الأفلام والحالات التي طبقوها على مناطق ميدانية في آسيا وفي أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية جاءوا بأعدي بن الأفلام التي تثبت هذا الكلام والصور التي تثبت هذا الكلام طبعا نحن استذكرنا بعض المعلومات وتناقشنا حول سبب ذلك وسأقدم لكم ما تناقشنا حوله ولكننا أخذنا هذه التجربة إلى مناطقنا وقمنا بتجربة هذا الضماد وكانت تجربة أقل ما يقال هنا أن أكثر من رائعة لم تكن ناجحة فقط بل كانت ناجحة بشدة وهذا ما أحببت أن أقوله لكم بهذه العجالة حيث سنقدم لكم وسنشاهد معا حقائق علمية وتجربة واقعية لهذه التجربة وأتمنى أن تكون هذه التجربة يعني إن شاء الله تعالى نافعة لكم وهذه ليست مجرد تجربة محلية أو شخصية لا بل أنني سأضع لكم في أسفل الحلقة روابط لمراكز ولي أخبار وردت أو موجودة على المواقع الغربية والتي تدعو إلى إعادة النظر في مثل هذه الطريقة وتطبيقها وإن شاء الله تعالى سنصل معا بهذه الطريقة إلى يعني عناية أفضل بالجروح وذلك له عدة فوائد سأقدمها أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتابع معا وأتمنى منكم جميعا التفاعل كما عودتمونا بالاشتراك وبوضع الإعجاب إن شاء الله تعالى وأيضا شاركوا هذه المعلومات مع من تحبون لأن المعلومة التي تصل إليك قد لا تفيدك ولكنها قد تفيد غيرك فتفاعلوا معنا وإن شاء الله تعالى معا نصل إلى ما هو أفضل وتبقونا بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته